اشتركوا في القناة الطفل المشاغب الذي لم يدع عنه الشغب ابدا لم يفلح في تعلم صنعة او حرفة ولم يكن في المدرسة من الناجحين كانت هوايته الكبرى القيام بتلك الحركات الرياضية البهلوانية كتلك التي يقوم بها اولاد سيد احمد موسى او الذين يزعمون ارتباطا بهم وكذلك انتهى المآل بعبدالالله الطفل المشاكس في واحدة من تلك الحلقات التي تقدم الالعاب البهلوانية في ساحة جامع الفنع الذين عرفوه عن قرب يذكرون انه كان يجد متعة فيما يقدمه من عروض لم يحكي الكثير عن قساوة ذاك الذي كان يفرض عليها وعلى اخرين من الصبية والاطفال ان ينادوه المقدم لعله كان حلمه الكبير وحين كانت تنفض الحلقة قليلا ما كان المقدم يعطيه مما حصل عليه من المتفرجين وقد دأب على استفزاز قرد حلقة المعلم عسيلة فيهيج القرد الذي كان صاحبه يناديه ميمون فينفض المتحلقون ويتركونه يحاول عبثا ان يقنع قرده باستئناف العروض كان المعلم عسيلة يكره صاحبنا كرها شديدا وقد شكاه مرات عديدة للمقدم الذي نهر وزجر وضرب دون ان يتغير شيء من سلوك الفتى الذي صار ينادونه الزواق لما له من قدرة على التشكل بجسده والتفلت من قبضة المقدم حين كان يصدر منه ما يستحق التأديب كثيرا ما كان المعلم عسيلة يدبر ما قد يجر على الفتى وجبة من الضرب على اخمص القدمين بذلك الحزام الجلدي السميك الذي كان يتمنطق به المقدم يحسب الذين يعملون معه انه ورثه عن جد بعيد بل ان منهم من كان يظن ان ما لدى المقدم من بركات مصدرها ذاك الحزام بالضبط تقول الرواية الاكثر شيوعا وانتشارا في حي المسلة انه في يوم من ايام العام سبعة وستين تسعمائة والف مر بجامع الفناسائح امريكي فتوقف عند تلك الحلقة التي كان عبدالالله الزواق نجما من نجومها تابع السائح الامريكي العروض ولم يخفي اعجابه بعبدالالله الذي كان يقوم بحركات بهلوانية يبدع فيها فتراه يقفز الى الامام ثم في لمح البصر يغير الاتجاه ثم يرتفع جسده الفتي ويتلوى مرة ومرات قبل ان ينزل على قدميه مستقيما الملابس التي يرتديها والتي خيطت من ثوب لماع لونه كلون حبات الرمان تجعل منه مخلوقا اتى من عوالم الجن كانت الحلقة في انفاسها الاخيرة ذاك المساء لما تقدم السائح الامريكي من المقدم يرافقه دليل يتكلم انجليزية تقريبية تكلم الامريكي وقام الدليل بترجمة ما قال تضيف الروايات المتداولة في حي المصلى الكثير من الاشياء التي لا يصدقها العقل ثم يحدث فراغ بعده يسر الحديث عن انتقال الزواق للعمل في سيرك امريكي قيل انه تزوج امرأة ثرية وقعت في حبه وقيل انه صار رجلا معروفا في لوسانجلوس وقيل الكثير مما يستوفي مواصفات الحلم الامريكي حين يتحقق كان عمر الفتى لما اختفى من جامع الفتى في حدود ثلاث عشر او اربع عشرة سنة يقال ان المقدم صاحب الحلقة التي كانت تقدم تلك الحركات البهلوانية قبض من الامريكي الف درهم لقاء السماح للزواق بالرحيل معه تلك حكاية بعيدة لا يذكرها الا قليلون في العشرين من ابريل من العام ثلاثة والفين جاء رجل الى المنزل الذي كانت تسكنه عائلة الزواق يبدو في الخمسين له هيئة الرياضيين لم يكن هناك احد منهم ذكر اسماءهم فعلم ان والدته توفيت منذ سنين طويلة وان شقيقتين انتقلت للعيش في الدار البيضاء المنزل في حالة اهمال بينة لاحظ الذين سألهم ان بلسانه لكنة الرجل الذي لم يذكر شيئا عن ماضيه ولا عن اسمه عاد بعد اسبوع الى ذلك المنزل المهجور ومعه رجل يبدو من هيئته انه حداد تقدم نحو الباب وبدأ الحداد يحاول فتحه كان قفله قديما لم يصمد طويلا ما ان انفتح حتى دلف الرجل الى الداخل دخل الغرف واحدة تلو الاخرى رائحة غريبة تعم المكان وبينما هو كذلك دخل عليه الدار رجل لا يعرفه نظر اليه مستنكرا ودون ان يسأله قال الرجل الذي يرتدي جلابة بيضاء خفيفة انهم قدم الحومة ويود ان يعرف من اذن بفتح هذا المنزل انا فتحته قال الرجل ذو البنية الرياضية من اذن لك ومن انت لما سأله ذاك السؤال احس بغضب شديد يكتسحه احمرت وجنتاه وبدى له ان يمسك به من رقبته انا صاحب المنزل هل لديك من يثبت ما تقوله هذا منزل عائلتي انا عبدالالله سديسي ذهل المقدم لما سمع هذا الاسم قال ان عائلة سديسي اندثرت لم يعد منهم احد وانصحك ان تتراجع وان لا احضرت القوة العمومية للقبض عليك الصمت الذي التزمه الزوار كان صمتا مريبا ساعود بعد ساعة قال المقدم وهو يغادر وقد امسك باسفل ثوب جلابته حتى لا يعلق بها مما على الارض من غبار واوساخ قال الحداد الذي لم يكن قد انصرف بعد عليك ان تثبت لهم انك صاحب هذا المنزل حتى تتفادى كل مشكلة لم يكترف الى ما قاله الحداد دس في يده اجرته وصرفه ما لفت انتباهه حقا ان بعض الغرف ما زالت تحتوي على اثافها كما تركها قبل ستة وثلاثين عاما عاد المقدم ومعه رجلان من القوات المساعدة وطلب منه ان يرافقهم الى المقاطعة لم يتردد ورافقهم لم يكن مقرها بعيدا وقد فاجأ الجميع بان قدم الوثائق التي تثبت انه عبدالالله سديسي ابن المختار سديسي والده الذي توفي لما كان هو في الرابعة ويمنى العبار والدته التي توفيت ولم يعلم بوفاتها حتى عاد ظن عبدالالله انه ويغادر مقر المقاطعة قد انهى المشكلة مضى رأسا الى المنزل عاد ليتأمل الحالة التي الى اليها وقد قرر ان يعود في الغد ومعه من سيتولون تنظيف المكان الفندق الذي نزل به لا يبعد كثيرا عن جامع الفنة وقد قرر ان يقوم بجولة فيها مساء ذلك اليوم تغير المكان كثيرا عن ما كان عليه ايام كان الطفل المعروف بالزواق يجعل الحلقة التي يشتغل فيها من اكثر الحلقات جذبا للمتفرجين لم يعود المكان كما كان عليه مر بمحاذاة بائع بخور وظن انه يجلس في المكان الذي كان يشغله القراد عسيلة تذكر القرد ميمون ابتسم وواصل جولته عبر الساحة رفع اذان المغرب من صومعة الكتبية قبل ان يغادر توقف عند بائع عصير برتقال تناول كأسا وعاد الى الفندق في الصباح مضى الى مقاولة متخصصة في ترميم المنازل القديمة كان قد دله عليها امريكي يسكن في المدينة القديمة وكان قد التقاه منذ اسابيع في لوسانجلوس لم يكن ممكن للشروع في الاشغال في اليوم نفسه كان عليه ان ينتظر يومين اخرين في الموعد الذي تم الاتفاق عليها رافق اربعة عمال الى الدار المهجورة كان عليهم ان يبدأوا باخراج ما بها من اثاف لم يعد صالحا للاستعمال تطلب الامر يوما كاملا في غرفة تطل على ما كان حديقة صغيرة خلف الدار لاحظ العمال جزءا من زليج ارضية الغرفة قد تم اقتلاعه كان التراب يعلو قليلا على مستوى بقية الغرفة الذي كان يشرف على العمل قلل من اهمية الامر في منزل قديم اائل الى السقوط لم يكن ذلك ليثير الفضول لما حضر عبدالالله لفت احد العمال انتباهه الى ما تم اكتشافه يذكر ان ارضية الغرفة كانت مبلطة بالكامل في الامر ما يثير فضوله نادى على احد العمال وطلب منه ان يحفر المكان لم يتأخر الرجل في الاستجابة بضع ضربات من الفأس عرت على قطعة ثوب بالية ثم كشفت ضربات اخرى خصلة الشعر طلب عبدالالله من العامل ان يتوقف عن الحفر كان واضحا ان جثة دفنت في المكان مضى عبدالالله الى مركز الشرطة الاقرب وابلغ عما عده اكتشافا رهيبا حضر رئيس مركز الشرطة وممثل عن النيابة العامة وبوشرت عملية حفر كما توقع ذلك تم انتشال رفات من المكان يبدو انها لامرأة وهو ما اكده الطبيب الشرعي لاحقا في اقواله عاد عبدالالله لقصة رجوعه من امريكا حيث امضى ستة وثلاثين عاما وذكر الحالة التي وجد عليها منزل عائلته صرح بان له اختين لم يجدهما في المنزل وقيل له انهما تزوجت وانتقلت الى الدار البيضاء انطلقت التحريات التي قامت بها الشرطة من استجواب الاشخاص الذين قالوا له ان الشقيقتين غادرت الى الدار البيضاء وان والدته توفيت رجلان من الحي يصغران عبدالله سنا وقد حسباه يوم جاء الى المنزل اجنبيا يريد شراء البيت احد الرجلين معروف بتوسطه في بيع الدور القديمة في المدينة بينما الاخر لا مهنة محددة له وكثيرا ما عمل دليلا سياحيا زائفا وبينما كانت التحريات تتواصل اقترح صاحب مقاولة البناء على عبدالله ان يتثبت من ان المنزل ما زال في اسم عائلته كان رجلا له اطلاع بما يجري في عوالم العقار وكذلك اكتشف ان المنزل بيع منذ خمس سنوات لرجل يدعى الحسين الراجح تقول الوثائق التي في حوزة المحافظة العقارية ان الرجل اشترى البيت من صاحبته يمنى بنت اتهام العبار شكك عبدالله في العقد وابلغ الامر الى النيابة العامة لم يكن الحسين الراجح الذي اشترى المنزل سوى ذلك الذي يتوسط في بيع الدور القديمة وهو نفسه الذي قال ان والدته توفيت وان شقيقتيه غادرت الى الدار البيضاء استقطب الرجل اهتمام الباحثين كانت شبه ثابتة العلاقة بين شرائه المنزل الذي اعترف بانه كان يهم ببيعه من جديد وتلك الرفات التي اكتشفت فيه كان يدعو الى التساؤل عدم تدخله لما رأى عبدالالله وقد باشر اشغال تنظيف المنزل اعترف وقد كثف المحققون الضغط عليه بانه كان ينتظر اللحظة المناسبة للتحرك دون لفت الانتباه وتسلسلت اعترافاته قال ان ابنتين يمنى اخذتا الى الدار البيضاء لتعمل خادمتين وانه حاول اغراء يمنى لتبيعه المنزل ولما لم توافق قتلها ودفنها تلك التي اكتشفت كانت رفاتها ظل عبدالالله يبحث عامين قبل ان يعثر على شقيقتيه ليس في الدار البيضاء وانما في اغدير ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة